اهلا بكم انا يوسف نوفل والمهاردة هنتكلم على نستد فور لوب اول حاجة نستد فور لوب يعني لوب جواها لوب تانية احنا عندنا فور لوب زي ما انت شايف في الاقزامبل اصادت فيها لوب تانية شغيلة اذا بتعلم نفسس البرنامج ده جزء جزء ونشوف ايه بيحصل فاول فور لوب المفروض وظفتها ان هي هتعيد اي امر جاي بعديها فبالصدفة الامر اللي جاي بعديها هو فور لوب تانية فبالتالي كيف بيحصل ان اول لوب بتشتغل i equal zero فيدخل ينفذ اول امر فاكتشف ان هو هتزنق جوا اللوب التانية بس اول حاجة لازم تعرف ان الفور لوب الاولانية دي بتشتغل اربع مرات انا عرفت منين افكرك ان ال i بتبتدي من صفر الى اصغر من اربعة يعني صفر واحد اثنين ثلاثة فبالتالي هتشتغل اربع مرات ففي اول مرة ال i كانت بزيرو هيدخل ينفذ الاوامر اللي بعدها الاوامر اللي بعدها زي ما انتفقنا هي طلعت فور لوب بالصدفة فالفور لوب التانية دي فيها كاونتر اسم جوراي بيساوي صفر الى اصغر من اربعة وكل مرة بيزود واحد معنى كده ان الفور لوب دي التانية هتشتغل برضو كام مرة اربع مرات لان انا بازي من صفر لغاية ثلاثة واحد اثنين زير واحد اثنين ثلاثة اربع مرات لان انا اصغر من اربع هتشتغل الاربع مرات دول طول ما ال i اول مرة بصفر فهيدخل يعرض السي اوت اللي انا عملها جوه اول مرة ال i بصفر هيعرض برعي بصفر وبعد كده بما ان هو مزنوق جوه الفور التانية فهيتفضل ال i بصفر وهيزود برعي بواحد ونفس الكلام اللي وراها هتبقى برعي باثنين بس ال i زي ما هي بصفر ونفس الكلام اللي وراها برعي بثلاثة بس ال i بصفر لانه هو مزنوق جوه الفور التانية ولما يخلص يرجع تاني للفور الاولانية يزود ال i بواحد ثم يدخل في التانية يفضل يزود زيرو 1.2.3. او نفس الكلام اللي وراها ونفس الكلام للوراها بما إن انا عندي اثنين فور ليوب جواه بعض بما إن الاولانية بتشتغل اربع مرات وكل مرة الاولانية بتشتغل اربع مرات التانية برضو بتشتغل اربع man predictive يبقى البرنامج بتاعي كله هيشتغل كام الاربع مرات الاولانيين مضربين بان اربع مرات التانية فلو عديت مجموعة او مجمل السطور اللي طلعتلي عمري فيه أو تتنفس كم مرة هيتنفس 16 مرة شكرا